كشفت وسائل إعلام تونسية عن وفاة الفنان التونسي القدير محمد ضريف وذلك عن عمر 72 عاما وهو الفنان الذي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجون عن دوره في فيلم ولدي وكان الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي ضمن برنامج نصف شهر المخرجين ونافس فيلم سابقة الرسمية لمهرجان الجون السينمائي حيث فاز الممثل التونسي محمد ضريف بجائزة نجمة الجون لأفضل ممثل